أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة العمل على إقامة علاقات قوية مع مختلف دول العالم وتعزيز الإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي في جهود تعزيز السلام والأمن والاستقرار الذي يفتح المجال أمام مسارات التنمية لتحقيق أهدافها بما يعود بالخير والنماء على شعوب العالم ولفت سموه إلى أهمية الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية لمواصلة تحقيق الإنجازات مشيرا سموه إلى إرادة أبناء المملكة العاملين في الشأن الدبلوماسي وشغفهم لتكون البحرين دوما في المكانة الدولية المتقدمة التي تستحقها بفضل ما تحققه من نجاحات في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة وذلك بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين حيث وجه سموه تحية شكر وتقدير لرؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين وكفة منتسبي العمل الدبلوماسي على ما يقومنا به من جهود مقدرة في تنفيذ السياسة الخارجية لمملكة البحرين ورعاية مصالح أبناء المملكة في الخارج مؤكدا سموه أن الكوادر الوطنية الدبلوماسية أثبتت قدراتها المتميزة منوها بدورها المشهود في مختلف المحطات الوطنية التي أثبتوا فيها كفاءة استثنائية لها محلها من الاعتزاز والتقدير لافتا سموه إلى أهمية مواصلة خطط تطوير منظومة العمل المؤسسي في الشأن الدبلوماسي عبر تعزيز ثقافة الابتكار والتميز واستمرار رفع الكفاءة والقدرات في كل ما يتصل بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية وأكد سموه أن مملكة البحرين مستمرة في مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف دول العالم وتوطيد تعاونها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما يلبي التطلعات المنشودة مشيرا سموه إلى أن المملكة تواصل نهجها الثابت في ترسيخ قيم التسامح والمحبة والسلام من جهته أعرب سعادة وزير الخارجية ومسؤولون الوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه الدائم للعمل الدبلوماسي مؤكدين حرصهم على تنفيذ ما تفضل به سموه في تعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف دول العالم اشتركوا في القناة